السلام عليكم ورحمة الله نستكمل الحديث في موضوعنا الوصلات وطول الرباط والتماسك بين الحديد والخرسانة في السابق تحدثنا لو كان عندي السيخ وبدأ حسب له طول التثبيت بس لو ما كانش بكافة شو كنا نعمل بدأ غير القطر بحيث انه بزيد العدد يعني بصغر القطر بزيد العدد فكان بنحكي انه لما يزيد العدد بكون عندي امكانية اني اقلل من طول التثبيت زي ما شفنا في الامثلة لكن الكود الامريكي بسمح لي اني شو اسوي اعمل نظام العكفات هلقيت الكود بيجي بحكي لي بتقدر تعمل هيك بزاوية تسعين او ممكن زاوية كمان مية وتمانين هاي السيخ هذا السيخ اللي تبعي الشد المعرض للشد هذا بحكي لي ايش العكفة بتسوي لي بتحمي تعمل حماية للحديد من موضوع الانهيارات تبعي التماسك مع الخرسانة وبياخد بالاعتبار موضوع القطر انا باخد بالاعتبار انا بحدد البعد تبع الجنشات او الهوك او العكفة على اعتبار القطر بيعطينا هاي الرسمات هاي او او الهوك تعمل زاوية تسعين بدك تنزلوا تناشر دي البار القطر هادة تاع الانحناء بحكي لي اذا من عشرة لخمسة وعشرين استخدم تاخد قطر ستة دي بار اذا قطر تمانية وعشرين وانين وثلاثين وستة وثلاثين بتاخد هذا القطر اكام تمانية دي بار وزا ارى خمسة واربين وسبعة وخمسين عشرة دي بار وهيا المية والتمانين ها الان ها الاذي اضافة بعض المية والثلاثين الى بدك امده الانحناء المقدار هاذا بحكي بحكى تمده اربعة دي بار على التالية قل المقدار هاذا بحكيرىื่ pigeons عشرة هلها اربعة دي بار لتخلها harấp وكمسة دي بار متر ستةو الفائز متر m وإذا 45 و 57 تأخذها 6 دي بار وهان 12 دي بار والقطر تحدثنا عنه عجد والكود ملخص لكلام اللي أنا حكيته في السابق هلت هذا بالنسبة للكنات في السابق السيخ نفسه اللي في النهاية شو بدأ ساو بدأ انتهي إنه الطول ما بكفي بدأ انتهي بقنشات هان بالنسبة للكنات بالنسبة للكنات بحكي دي والله بدك تستخدم اللي كان بتعمل النحناء بزاوية 90 لو كان عندك قطر 16 وأقل فشو بدك تسوي بدك تمد هذا الطول بمقدار 6 دي بار إذا كان عندك قطر 20 22 أو 25 ذاك تمده القيمة بتصير 12 دي بار لقطر 25 وأقل هذا في الزاوية بالنحناء تعمل زاوية 135 هذه زاوية 90 وهذا 135 بالنسبة للـ 135 لو كتعمل 25 في أقل بدك تمده هان 6 دي البار على ألا تقل هذه القيمة عن 75 ملي متر سبعة ونص سانتي وإذا كان لحناء 180 وقطر 25 وأقل بدك تمده 4 دي البار على ألا تقل 65 ملي متر وهذا بالنسبة للـ دي متر هان الـ دي بحكي لي والله إذا عندك قطر 16 وأقل أخذه 4 دي إذا عندك 20 22 65 بتاخده 6 دي دي هذا بالنسبة للـ كنات وهذا هو الملخص تبع اللي هو جدول الكود اللي عند زاوية 90 زاوية 135 زاوية 180 فإذا كان فيه إمكانية أني أعمل السيخ زي هيك ما فيه مشكلة عنه 180 يرجع بيعطيني هالي الفكرة انه هالي الكود بيجي بهكي إيش المواصفات طبعة القنشات الأبعاد لك تستخدمها بتطلع الكود وبتطلع القيمة اللي بدك إياها زي ما حكينا على اعتماد القطر المستخدمة طيب هذي حساب هذي المعادلة اللي حساب طول التماسك للأسياخ المنتهية بالقنش كدي بوينت نين أربع أفيل زيتا إي زيتا سي زيتا آر في الدي بار على لمضة جزر الأكسي براي هذي الجدول تبع الكود اللمضة ومعامل العلاقة بنوع الخراسانة بناخده بوينت سبعة خمسة إذا كان الخراسانة نوعها نورمال عفوا، الركام تباحها خفيف الخراسانة النورمال العادية بناخده واحد المعامل زيتا إي له علاقة إذا الأسياخ معزولة بالأبوكسي أو لا بناخدوا واحد بوينت اثنين للأسياخ المدهونة بالأبوكسي إذا ما كانت مدهونة بناخدها بواحد الزيتا سي هذا المعامل له علاقة بالغطاء الخرساني والله بحكي لي إذا عندك الغطاء الخرساني الجانبي للأسياخ قطر 36 فأقل وما بتقل عن 65 ملي متر هو دو بوينت 7 يعني إذا الغطاء الخرساني إذا كان دي القطر نوضح إذا القطر عنده 36 أو أقل مثلا سيخ 16 إذا كان الغطاء أقل من 65 أقل بوينت 7 وكمان إذا عندك القنشات 4 إذا عندك الهوك أو القنشات نوع الزاوية 90 درجة فإذا الغطاء الخرساني لإمتداد الأسياخ للتسليح ما بيقل عن 50 ملي يعني أكثر إذا كان عندها نوضح 90 درجة الهوك with cover on bar extension أكثر من 70 أكثر من 50 بأخذ بوينت 7 إذا كان عندي سيخ 36 فأقل وغطاء جانبي أكثر من 65 بأخذه بوينت 7 غير هيك واحد اللي ما بدون الخيم حاله تخدها واحد من تحت تزيد معك الطول بس بدك تكون دقيق حسب الكود يمشي على الكلام هذا أظهر بحكي لو أخدها واحد إذا كنت تريح حالة أو غير الحالات هاي ثين دي اللمضة R هذا أو ZR أنا أسميها Z هذي بسمها confining reinforcement هذا بتوقف على الحصر أو الconfinement الجانبي للأسياخ إلو تفصيله هو كتير يعني ممكن تأخذ القيمة واحد وتريح نفسك أو بحكي لأخذ قيمة بوينت 8 لأسياخ التسليح إذا كان عندك قطر 36 أو أقل وإذا كان عندك فيه جنشات أو هوك محيطة بأسياخ والأسياخ خايل لا تبعد عن بعضها ثلاثة دي مسافة بين أسياخ لا تبعد عن بعضها ثلاثة دي على امتداء طول التثبيت بتقدر تأخذ القيمة بوينت 8 يعني إذا كان عندك أسياخ والأسياخ هذه الجانبية المسافة بينها لأقل من ثلاثة دي أو أقل أو تساوي ثلاثة دي بتقدر إش تسوي إنك تأخذ القيمة بوينت 8 فهذا اللمضة R وعبارة عن معاملة لحصر الجانب للحديد بناخده بوينت 8 إذا كان عند القطر 36 أو أقل ولا الهوك المحاط بأساور والأساور هاي ما بتتبعد أكتر من ثلاثة دي على امتداء طول التثبيت بناخده برضو بوينت 8 الآن لدينا ملاحظة الكود بيجي بحكي لي إنه في حالة والله أنا عندي كان البيم مستمر مش زي ما هو لو كان منتهي هذا التفصيل على البيم منتهي خلص البيم لكن لما يكون مستمر بيضغط من الناحيتين وبالتالي المقاومة بتكون أفضل يعني هذا وضعه مش زي ما يكون فيه بالنص إنه والله فيه هنا حزام بيكمل الوضع حان مختلف بيحكي لك إذا كان في عندك انضغاط حالة القنشات إذا كان عندك كاميرا مستمرة الانضغاط اللي بيصير عندي الركيزة وبصير الضغط عندي من الطرفين لما يكون عندك ضغط من الطرفين فهذا بساعد مقاومة القنش ضد إنه الهوك إنه ما يصير فيه انفصار لكن بحالة كان عندي كاميرا سيمبلي كاميرا منتهية زي كاميرا بسيط للارتكاز إنه خلص ما في كاميرا جنبيها فإنت بحكي لك لازم توفر لي على الأقل غطاء خرساني تعمل 65 مليمتر طيب وإذا ما قدرت من كل الجهة 65 مليمتر إذا كانت منتهية طيب وإذا ما قدرت إنه أوفر 65 مليمتر كيف لازم إجي تساوب لك؟ تحيط هذه الكنات تخليها كنات مغلقة على مسافة طول التماسك طالما الكاميرا مو مستمرة فبحكي لك هذه بدي أنا أخد بالي و أزود مقاومتها كيف؟ بتروح بتحط أساور على طول الـ LDH اللي هو طول التماسك تبع السيخ تعلن فيه غنشة بكنات مغلقة المسافات بين الكنات لازم أكم ما تزيد عن 3D البار هذه لما بتأخذ القيمة عندها حكينا يا بوين تمانية بتأخذ أذار واحد وإذا كانت عندي قيمة الغطاء الخرساني أقل من 6.5 سنطة فبدي أخذ قيمة زيتا آر سأخذ قيمتها واحد طيب الآن أنا عندي مثال موضح كيف؟ بالأرقام؟ كيف أنا ممكن أستخدم الهوك؟ فالوضع الطبيعي أنا بشتغل بشكل عادي إنه أنا مش محتاج الهوك وإذا ما زبط إني الطول التثبيت مش زابط ساعتها بأعمل الهوك فعندي هاي كاميرا خرسانية بحكي لولا عندي أنا بين عرضها 300 في 600 وجدت إنه تسليح هنا بصمم 4 سياخ قطر 18 طيب ممتاز هذولت له 4 سياخ قطر 18 بيجي بحكي وولا بلاك تشوف لي حساب الطول المتفون من أسياخ التسليح بالعمود وشوف لي كمان السيخ الممتد داخل الكاميرا كافة لتحقيق التماسك هذا ولا لا؟ وبلاك تحقق لي من التماسك الموجود هل هذا المسافة يعني كافية ولا لا؟ ومديني الاسكلير الاسماثين بين الأساور والأفيل وبيحكي لي غطاء خرساني 50 ملي متر بعد جوال شغلة بشتغل شغلة طبيعي الدي بطبخ القانون عندي السي بي بحسبها كيتي آر لحد الالدي تطلع 859 ملي متر أكتر من 300 إذن أوكي لو المنمم بدي أشوف طيب والله أنا ما مسموح لهذا الطول أكتر مندي؟ عن كله مترين وشيل كفر 5 سنتي أكتر مسموح لهذا الطول هذا مسموح له أنا محتاج طول 859 ملي ومعايا مجال 1950 ملي متر إذن الطول هذا بحقيق لي التثبيت في مجال طيب هل تريد أشوف إيش؟ بالنسبة للمسافة الحرة من العمود وبدأ أدخل المسافة هادي أنا كم معي المسافة هان أنا؟ طول العمود 50 طيب 50 نشيل للكوفر يبقى كم بس معي مجال أدخل الحديد؟ 460 ملي متر طيب أنا كم محتاج؟ محتاج الالدي بدأ أدخل من اليسار ويمين 859 ملي متر حان كان في اندي مجال طب هان هل اندي بقدر أدخل 890 859 ملي متر ما في اندي إمكانية فباجي بحكي والله بدي أستخدم الهوق ما بديش أغير أقطار باجي بحكي والله بدي أعمل زاوية 90 شو بعمل؟ عينة القانون بوينت اثنين أربعة في الأفهيل بعوضه زيتا اي بعوضه سيخ واحد الأقطار واحد عفوا مش مدهنة بالإبوكسي بحط واحد زيتا سي لأنه الكوفر عندي ما بيقل عن 50 بعد القانش لأنه 50 وكما لسه في عندي القانش سمك تاع القانش فالغطاء أكثر من 50 ملي متر فباخده بوينت سبعة الزيتا ار باخدها واحد ويفضل هيك انت بالزيتا ار ما تضخم حالك كثير ها بنحكي الفرضية عدم تحقق تقييد التسليح انه مش محقق انه التسليح مسكر بالكنات عندها ها بفرضه واحد اللمضة تحط قمتها والجهزة الاف سي برايم في الديل بار تيجي بتحسبها طلعت اكم بدي انا 232 الدي اتش طبعا عشان ايش في عندي في عندي هوك فبقدر بحكي لي والله بتمدليها 232 وبتنزلي ايها 12 الديل بار خلص هو لان اطول اللي احتاجه طالما طلعت الدي اتش ساعت هنزل البعد البطل بالكود اللي هو ناعش ديل بار فطلع عندي اكم الديل اتش 232 طب هل في مجال بقدر ادخل 232 هان بقدر اللي انا معاي 460 ملي متر متاع فبراحتي بدخل اللي هو 232 وهذا القيمة حكي انا بدي اقارنها بالميلمم اللي هو 8 ديل بار و 150 ملي متر و 232 اكبر من القيمتنا فشو بقى ساعتها والله بقى استخدم السيخ هاي الدي انا هان طلعته كان تمام اموره بحكي يحقق لي من الطول طبعا انا الطول عندي بكفي انا لحد هاي الدي هان وممتاز الموضوع فانا مغطي الدي طب تحقق لي من هان اجيت شيك من هان يعمل طول هان ما بكفي لازم استخدم جنشة اذا الطول بكفي خلص ممتاز بس اذا ما بكفي بدي احكي الورطة بدي اجرب له بدي استخدم جنشة 90 سنتي بحيس اني انزل هان حسب اكم الكود بيحكي لي 12 ديل بار واحسب بمعادلة تروح الدي اتش وساعتها حكينا بطبق القانون بيطلع عندك اللي انه هان بكفي هيك احنا انتهينا وبالنسبة لموضوع طول الرباط والقطع نستكملهم المرة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا